وفي سياق متصل أقامت سفارة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا حفلا بمناسبة احتفالة مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم حضر الحفلة أصحاب السعادة السفراء المعتمدون لدى بروكسل ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية لدى مملكة بلجيكا وكبار ممثلي المؤسسات الأوروبية والإقليمية والدولية في بروكسل إلى جانب عدد من المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج وتضمن الحفل عروضا بالفيديو أتاحت لهم التعرف عن كثب على الجوانب الحضارية لمملكة البحرين والملامح الأثرية والتاريخية والمنجزات الاقتصادية والرياضية والثقافية والجاذبية الاستثمارية والسياحية للمملكة